انت ببارك حاجات كتيرة اهو طيب الاتحاد الافريقي لكرة القدم النهاردة حدد معاد ارسال القوائم الخاصة بكاس الأمم الافريقية كلنا عارفين انه كاس الأمم الافريقية 13 يناير ان شاء الله تعالى في الكود ديفوار منتخب مصر تأهل بعد ما حسم كمان صدرت مجموعته في تصفيات كاس العالم ده اخر تجمع للمنتخب الوطني المنتخب يبدأ المعسكر اللي جاي 2 يناير في الاستعداد لكاس الأمم الافريقية الكاف حدد معاد 14 ديسمبر معاد للمنتخبات المشاركة تبعت القائمة الاولية لها القائمة الاولية هيبى فيها 55 لاعب في موعد غايته 14 ديسمبر بعد كده قبل البطولة بعشر تيام كل منتخب هيقلص القائمة من 55 لاعب ل 23 لاعب لكن هيحقل كل منتخب يضيف اربع لعيبة يبقى عنده 27 لاعب بشرط ان الاربع الاضافي يخدهم على حسابه اقامتهم وتذكرهم على حساب الاتحاد الوطني اذا راغب اتحاد الكورة متوافق على كده انه يشوف روي فيتوريا يختار 23 ويختار 27 الاربع يكونوا على نفقة الاتحاد لانه يكون معاك في بطولة زي كده 27 لاعب يفرق كتير ما هم مشرحين برضو يعني تكريم لأن لو قدر الله حصلت اصابة مفاجأة يختانع بيها الاتحاد ممكن تستبلد تستدل منه حتى بالضبط كمان المجلس ابو ظبي الرياضي اللي بيستضيف بطولة كأس السوبر المصري في نظامها الجديد اللي هيكون من خلال اربع فرق الاهلي بطل الدوري والبرامدز الوصيف بتاعه وفيوتشر التالت وسيراميكا بطل فيوتشر الرابع وحل محل الزمالك الموقوف كان تالت وسيراميكا كيلوباترا بطل كأس الرابط مجلس ابو ظبي حدد الجدول بتاع البطولة كان الاول فيه فريق هيلعب 24 وفريق هيلعب 25 قال لك لا المطشين الاولينيين يوم 25 ديسمبر يبدأ برامدز وفيوتشر مع بعض الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة يوم 25 وفي نفس اليوم سبع مساء الاهلي وسيراميكا بطل الدوري مع كاس الرابط الفيزين هيلعبوا مع بعض النهائي يوم 28 الساعة 7 وحيسبقها الساعة 3 مباراة المركز التالت اذا ده جدول كاس السوبر الاهلي هيروح على كاس السوبر مباشرة الى ابو ظبي من الجدة حيكون مشارك في كاس العالم للاندية ونتقل منها الى جدة الى ابو ظبي ان شاء الله كل التوفيق للاهلي وكل التوفيق للمنتخب الوطني بإذن الله هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف البداية مديامة ازاي